ننتقل إلى الأردن ومطالبات بإعدام صارق نحن هنا نتكلم عن جريمة صارقة وليس قتل فما هي هذه القصة؟ عادة ما ينتهي الأمر باللصوص مرتكبي جرائم الصارقة بعقوبة سجن ودفع غرامة مشاهدين لكن في الأردن وقعت حادثة صارقة هزت البلاد انتهت بمطالبات شعبية لإعدام الصارق ما هي قصة هذا الصارق؟ القصة بدأت بمحاولة شخص صارقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمان وهو ما فشل في تحقيقه بسبب انتباه أصحاب المنزل الذين قاموا بالاعتداء عليه وأجبروه على الفرار من المكان لم ينتهي الأمر هناك فعند خروج الصارق ومحاولته الفرار من المنزل شاهد فتاة تقوم بإيقاف مركبتها في الشارع العام فصعد على المركبة لسرقتها وكرت فعل طبيعي طبعا حاولت الفتاة الخروج من المركبة لكن سرعان ما تابع الصارق سيره بها لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرها لأكثر من 300 متر في مشهد قاس جدا سجلته إحدى كاميرات المراقبة في الحي ترجمة نانسي قنقر مشهد مؤلم مديريات الأمن العامة في الأردن مشاهدين أوضحت في بيان أن الحادثة التي تعرضت له الفتاة ألحق بها الأذى حيث أصيبت بجروح في حين أوضح ذوها أنها مازالت تخضع للعلاج أما الصارق فلا ذا بالفرار لكن الأمن تمكن من تحديد مكانه وألقى عليه القبض وهناك اعترف بارتكاب جرائم الصارقة والإذاء وفقا لمصادر محلية وجهت النيابة العامة للمتهم خمس سهم بعد أن تبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية وأن لديه كشفا طويلا تمثل بالصارقات المتكررة والخضوع للإقامة الجبرية وسبق أن طعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المسنة وصرق مصاغا ذهبية مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر كالناري في الهاشيم على وسائل التواصل الاجتماعي وخلف مطالبات بإعدام الصارق بينما طالب آخرون بفرض عقوبة شديدة جدا على المجرم دون أن تصل إلى الإعدام نبدأ مع عمر قداح الذي يرى أن جريمة المتهم يفترض أن تكون عقوبتها الإعدام حتى يصبح عبرة لغيره وأضافة كل من يمشي بصلح وعطوات وجهات بالموضوع ليس له ذمة ولا ضمير ألا عواد كان لها رأي مخالف لعمر إذ تقول أنها لا تدافع عن المجرمين لكن القوانين واضحة برأيها فمحاولة سرقة منزل وسرقة سيارة وسحل صاحبتها كلها لا توصل المجرم إلى عقوبة الإعدام وفق ألا ونختتم مع طارق الفرارجي الذي انتقد عدم فعالية القوانين التي تفرض عقوبات الضعيفة على المجرمين وقال شهرين أو ثلاثة للمجرم في السجن يأكل ويشرب وينام يتعرض خلالها على أساليب جرمية جديدة ثم يخرج بفنجان قهوة وإسقاط الحق الشخصي ليعود ويمارس هوايته الإجرامية هكذا هي دورة حياة المجرم مع هذه القوانين الضعيفة ترجمة نانسي قنقر